مع تجدد الاتهامات يتمسك دونالد ترامب المرشح الأوفر حظاً لنيلي ترشيه الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أكثر ببراءته موجهاً سهاماً نقدي إلى إدارة الرئيس جو بايدن تحت ستار المنافسة الانتخابية ووصف ترامب في كلمة خلال العشاء الصيفي للحزب الجمهوري في ولاية ألباما وصف الاتهامات القضائية التي يواجهها بغير الدستورية وتقتل حريات التعبير مؤكداً أنها بدأت ضده عندما أظهرت نتائج الاستطلاعات تقدم حزبه في السباق الرئاسي المنتظر لائحة الاتهام ضدنا ليست قانونية إنها تدل على يأس الرئيس جو بايدن وفي كل مرة يقدمون فيها لائحة اتهام ضدنا نحقق تقدماً في استطلاعات الرأي وفي إشعار مكتوب أرسله إلى المحكمة التي تنظر القضية في فلوريدا تنزل ترامب عن حقه بالوجود في جلسة العاشر من أغسطس التي ستطل فيها الاتهامات الجديدة أتى الإشعار غدا تدفع ترامب ببراءته أمام محكمة فيدرالية في واشنطن من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 وكانت المحكمة أطلقت صراحة ترامب وقبلت الكفالة وذلك خلال محاكمته بانتهامات جنائية تتعلق بقيادته مؤامرة واسعة نطاق مبنية على أكاذيب لإلغاء نتائج الانتخابات الماضية وحددت جلسة جديدة في الثامن والعشرين من أغسطس الحالي ومع تعدد الاتهامات للرئيس السابق يبدو أن الولايات المتحدة على موعد مع سباق انتخابي سيمر حتماً من محطات جلسات القضاء ترجمة نانسي قنقر